في ظل العدوان الذي تشهده الضفة الغربية وقطاع غزة وما يعانيه الشعب الفلسطيني من بطالة وشح في فرص العمل نظمت دائرة الشباب في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين مؤتمر الشباب 2024 لإطلاق حملة بعنوان الشباب ما بين البطالة ومستقبل الصمود في مقر الاتحاد العام لنقابة عمال فلسطين في نابلس خسائر اقتصادية فادحة هنا في فلسطين خسائر عمال لا تقل عن السبع مليار شكل يعني نحكي عن خسائر مش بسيطة نحكي عن أكثر من خمسمائة ألف عطل العمل بدون أي خطط أو مستقبلية لا استيعابهم في مشاريع محلية فلذلك في هذا اليوم راح ينوصل لتوصيات هذه التوصيات راح ينقدمها لدولة رئيس الوزراء علينا أن نبحث عن أليات التشغيل وتخفيف من البطالة في هذا المؤتمر وهناك حاضرين من صندوق التشغيل أو المجلس الشباب العالي للشباب والرياضة والتحاد العام للنقابات والغرفة التجارية وهناك اهتمام وبالتأكيد سيخرج يكون مخرجات من هذا المؤتمر على تخفيف حالة الإحباط وإعطاء حالة معنوية للشباب أو إيجاد فرص عاما لهم إن شاء الله المؤتمر أكد على أهمية فئة وقضايا الشباب في المجتمع باعتبارهم عمادة الأساس والفئة الأكثر إنتاجا حيث ارتفعت نسبة بطالة الشباب وتدنت ظروف العمل اللائق إثر الحربي على قطاع غزة رؤية الاتحاد العام للنقابات عمال فلسطين بضرورة نواجد الشباب في مؤتمر بزيارة المناسبة اليوم العالمي للشباب المؤتمر كان أولويته في الظروف المعقدة والبعيشة شعبنا الفلسطيني سواء كان في قطاع غزة أو في الضفة الغربية والتركيز على البطالة على التعطل عن العمل سوك العمل الفلسطيني اللي يعاني من اقتصاد هش ومن وضعية اقتصادية بسبب الحصارة هذا الظالم على الضفة الغربية من قبل الاحتلال الإسرائيلي إذ سيتم تقديم شكوى للمؤسسات الدولية المسؤولة عن العمال والبطالة للمطالبة برواتب كل العاملين الذين أوقفوا عن العمل بشكل إجباري وقسري داخل الخط الأخضر ديالة عسعوس تلفزيون فلسطين نابلس